الخبر اول اللي عادناها زينا بصباح وتهجمها على قمر الطاي بسبب انه قمر الطاي شالت الفولو عنها بعد ما زينا بصباح سوى تفولو ليارا فنزل شوية تستوريات قادة تقول بها انه قمر طاي هي اللي بتسقطتني بلوك لقيت كل من شنات كل شو هواي علي وتهجم وناس داتش شوية مهم يابا انا ما لغيت الفولو على اي انسان والله العظيم ما تابعت احد ولا لغيت الفولو على احد انا اللغة الفولو عني او انا ضربت بلوك فطبيعي ان شال الفولو واني مش هاي للفولو عن احد من ضربت بلوك لانتبعت ناس ولكن يا حباي بشي الغريب اللي صار انه قمر الطاي و زينا بصباح رجعوا الفولو البعض ولكن زينا بعدها شارت الفولو عن يارا لها النوعان ما شارط قمر عم بترجع الى الفولو انه تشيل الفولو عن يارا واللي هي رسالة القمر الطاي لاغلب المشاهير اللي مسويت لهم فولو اذا ستبه ان فولو اليارا تشيل الفولو عنهم هذي الشيء طبعا اللي خليها يارا انه هي تضج وتعصب فخلها انو تطلع بشوية ستوريات وتقول بها انو هايش خاص مضغوطة من عندي وليها تقصد قمر الطائب وبنضاف انو زي شوية ستوري ثاني قاعدة تغني اغنية عرفها كيب تكرهيني وعن ما هي ستوري مقصود الياء قمر حطوكم الزور يشوف احلي الشي لانك تكون هيك مرتاح يعني هو مو مرتاح عليك ضغط امتحنات صح بس هيك تشوف في حالة مأهورة ورح تموت منك مع انك مانك عامل شيء موسيقى وفكتنا يا حباب بالكومنتات هل تم امنوا ويا يارا او ويا قمر وشاركوا بحركة قمر الطائي اللي قاعدة تشيل فولو عن اي شخص سوى فولو اليارا انه عن مار رسالة اي واحد ستحسو له فولو وحتشيل فولو عنه بيضاف ايا حباب بنو قمر الطائي وصلح سبع بلين انتستجرام لثيم مليون ونصب مليون متابع فان شاء الله الف مبروك اقبال عشرة مليون يارا بطبع لتسون يا حباب انو تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي وبنضاف ان قمر طائي نزلت هذا الستوري اللي قاعد تعليمي خلال ان ان شاء الله ترجح تنزيل مقاطع على قناتها مقطعين بالاسبوع وبنسبة الشيء الاخير نخص قمر طائي يا حباب انه هي ونارين بيوتي سووا فولو البعض متنم شايفين بالدليل طاهر قدامكم سووا فولو البعض فأكيد يا حباب رح تصير لكوا مقاطع نارية وتعاون بينتهم بس تروح قمر الدبي ان شاء الله ننتقل حاليا لأحمد أبروب والصبي يا حباب وتنزلهم شوية اسطوريات للاسف انو أحمد أبروب شوية مريض يا حباب فصبي اخذتها شوية للمستشفى وطبعا هو شوية اسطوريات الضحك والفي الحمدلله انو طاعت الانتيجة بنهاي انهو موبي كارونا اكو راح تقوم هذي الاسطوريات يا حباب شوفوها شوية اسطوريات الضحك سؤال انتي حلفت يمين تيجي تأخذيلي على الطبيب صح ليش انا عم بسوق اجي اخذك لانو ما خلتني اسوق عنها لفيش تسوقي طبعا خلاص انتاهم شوية انتقل حاليا لبي سانت معي يا حباب ويلانا اللي هي اخد موفلوكز ويلانها انو ان شاء الله اليوم رح تزلنا مفاجأة كلش نارية فرح تقوم الاسطوريات يا حباب فوفوها وانس عم يصور اسطوري كمان معي مهم حباب بي اسطوري على الغياب بس ان شاء الله موكرا حتشوفه مفاجأة كثير حلوة موك مين اكثر روح حاليا النور سار يا حباب بتنزيل هذه الاسطوري اذا تعلم بخلال انه يكون فيديو يوتيوب جديد لحظينا اليوم سيكون مؤثره عائلي بالضاف ان زي اشبيت اسطوريات حط بيها صورة اصالي وكاتت بيها كلش كيوت لما تشات هي بام امريكا ويعالة انسو صالف اكتبوا بكم التاج قيمة تحفزين مقطعها بالخدم يا حباب يعني ياشيم اللي هي بنت اللي تصوره يا باريش دادا لاسا فيها حباي بحساب الانسو التيك توك اللي بيها تقريبا 14 مليون طار فان شاء الله يا رابي يرجع لها باسرع وقت وبس لها صورة مقطع فجروا اخطوا اللايكات وبس جانيكم فيه زي ما قالت من هذه القصص احبكم ومع السلامة